وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في السوديو مركز الأخبار السيد محسن الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان نرحب بك بداية معنا في السوديو مركز الأخبار كما شاهدنا بلغت نسبة مشاركة الشباب في العملية الانتخابية 45.3% من جهتك كيف تقرأ هذه النسبة؟ بداية نبارك لأنفسنا ونبارك للبحرين نجاح الأرث الديمقراطي وبمشاركة قياسية وصلت إلى أكثر من 73% عندما نتحدث عن مشاركة ودور الشباب في العملية الانتخابية لابد أن نؤكد في البداية أهمية هذا الدور وأهمية الشباب فيما يقومون به من أعمال فهم دائما ما يثبتون جدارتهم ويؤكدون اهتمامهم في كل حدث وطني هام يمر على مملكة البحرين وهذا أمر ليس بمستغرب على شباب البحرين وهو يعد أمر منطقي وطبيعي لما أتاحه المشروع لإصلاح الجلالة الملك المعظم من فرصة للمشاركة الواسعة والمساهمة في الشؤون العامة وفي اتخاذ القرارات كمراقبين ومتابعين للعملية الانتخابية رصدنا مشاركة الشباب بكثافة وبفاعلية في جميع الدوائر الانتخابية جميع مراكز الاقتراع الفرعية والعامة ووجدنا حماس منقطع النظير لهذه المشاركة عندما نقرأ هذه الأرقام والنسب فهي تحمل كثير من المؤشرات والدلائل أولا هي تؤكد اهتمام الشباب في المشاركة في العملية الانتخابية ووعيهم بأهمية المشاركة وممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية بأنفسهم من جانب آخر نستطيع القول بأن مشاركة الشباب في العملية الانتخابية هي دليل على نجاح مملكة البحرين في تنظيم الانتخابات لأنها تعتبر لما ننظر إلى ارتفاع نسبة شباب ومشاركتهم في الانتخابات في أي انتخابات في العالم في أي دولة هي مؤشر من المؤشرات ومعيار من المعايير الدولية لنجاح العملية الانتخابية بشكل عام في هذا البلد أيضا من الأشياء التي نتطرق لها عندما نقرأ هذه النسبة ونقرنها بالمستقبل هي ترتبط بأن العملية الانتخابية عملية تراكمية صحيح فلذلك هي تبشر بالخير للمستقبل باعتبار أن الشاب عندما يمارس حقه في التصويت هو يتعرف على آليات وإجراءات المشاركة في الانتخابات يتعرف على آليات اختيار المرشح الأكفى صحيح مجلس النواب والمجالس البلدية بشكل عام لذلك نظرنا إلى أن المرشحين دائما في برامجهم الانتخابية يضعون نصب عينهم محور من المحاور يختص بتطلعات واهتمامات الشباب وربما هذا ما سيأخذنا إلى السؤال الثاني ماذا ينتظر الشاب من المجلس القادم؟ كقراءة تاريخية لمشاركة الشباب بشكل عام هذا المحور من المحاور المهمة جدا عندما ننظر إلى اهتمامات الشباب من المجلس القادم أطلقنا حملة ضمن مجموعة المؤسسات المشاملين بعنوان شباب نصوت هذه الحملة كان من أهم محاورها ماذا يتطلع الشباب من المجلس النواب القادم لذلك نظمنا مؤتمر شبابي وأجرينا استطلاع رأي إلكتروني أخذنا آراء الشباب وبنيناها على أسس علمية ونشرناها فخرجنا بمقارب خمسين توصية لاهتمامات وتطلعات الشباب للمستقبل وكانت في مجالات مختلفة مجالات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة السياسية للشباب فهذه أهم المحاور لتطلعون لها الشباب إلى مجلس النواب القادم نعم السيد محسن الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان كنت معنا في ستوديو مركز الأخبار شكرا جزيلا لك